اهلا بكم في حلقة جديدة من هاني موريان في بلاد الامريكان وحلقة على السريع قبل ما الوقت بتاع القرعة تبان دلوقتي الساعة اه اتناشر الى خمسة يعني انا بصور الحلقة قبل القرعة ما بتبان خمس دقائق المفروض انها هتبان على الساعة اتناشر بتوقيت السحل الشرقي لامريكا الساعة ستة بتوقيت مصر الساعة اه اه خمسة بتوقيت اه تونس وتقريبا الجزائر اه اه والساعة سبعة بتوقيت الدول الخليج السعودية والكويت والامارات وما شابه اه دلوقتي انا هحاول بقدر امكاني عال سريع اقول لكم الناس اللي هو بتفرج عليه من بر الامريكا ومستنينه النتيجة اه دلوقتي الموقع الوحيد اللي انده هتدخل عليه عشان تعرف النتيجة هو موقع اسمه اه 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 ديفيزتي فيزا لوتري فانا هادخل ما احاوريها لكم هنا على العال سريع اه 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 ان شاء الله الحالة ما تاخدش اكتر من خمس دقائق اه 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 ايه المفروض تعملو وايه المفروض تدخلو عشان تعرف النتيجة بتاعتك وانا متأكد ان اغلبنا عارف واغلبنا شايف وفاهم الموضوع بتعمل ازاي الموقع هنا هنبصها مع بعض الموقع هو اول ما بتدخل بيبقى شكله كده اللي هو US Department of State بعد كده مكتوبة Electronic Diversity Visa Lottery فالموقع بيبقى بالشكل ده وانا هحط اللينك بتاع الموقع من تحت من تحت الفيديو علشان كله انت بس كل ما تعمله انك انت تدخل وتدوس على اللينك ده وتدخل اول حاجه هتشوفها احد مكتوبة هنا هتبقى 2000 او 2021 او 2021 entry status check ده اللي هي القرعة بتاعت 2021 فكل اللي انت هتعمله هتعمل check status ده اول خطوة بعد كده بيدخلك على طول على اللي هي الصفحة دي اللي هي welcome وبعد كده entering status check instruction هتعمل هنا continue او استمر او استمرار هتدوس على continue اني الموقع هيبقى تقيل شوية يعني انا بعمله قبل قبل ما الارعة تبقى بخمس دقايق والعملية هافي شوية الصفحة هافي يعني هنواجه الموضوع ده اه كتير فالنتيجة بتاعت السناد المفروض هتبدأ ب2021 اه طبعا عشان النتيجة لسه ما ظهرتش فهنا لسه مكتوبة بالتاريخ القديم اللي هو عشرين اه عشرين لكن رقمكم المفروض اللي هو او الرقم اللي هو ادهولكم ساعد ما عملتوا ساعد ما دخلتوا تسجيل ده المفروض الرقم اللي هو انكم انتم تدخلوه. اه خلي بالنا حاجة يعني في البداية انا نسيت اقولها لكم. هنا في البداية خالص لازم نعرف ان هو اول تحتشكل الناس بتاعت عشرين واحد وعشرين الناس اللي قدموا في اه يعني في من اكتوبر ساكن من اكتوبر اتنين اكتوبر لغاية نوفمبر خمسة الفين وطاعتاشر. ده اقولها الناس اللي هما عليهم الدور. الشيك الدور عليهم الدور ده. فلازم تكون انت من الناس اللي هما دخلوا او عملوا ابلاي في الفترة دي من اكتوبر ساكن لغاية نوفمبر اه خمسة الفين وطاعتاشر. فلو اه 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 فالرقم ده اللي هو المفروض ساعد ما انت عملت ابلاي بيدي لك الرقم النهائي الكونفرميشن نومبر اللي الرقم ده هو اللي انت حتستخدمه عشان تشايك على الاستاتس بتاعتك او الحالة بتاعتك هل انت فوس ولا لقدر الله ما حصلش نصيب. فاللو انت ما عندكش رقم ده او ضع منك دون ووري هنا بتدوس على اللينك ده اللي من تحت ده المكتوب عليه فورجيت كونفرميشن نومبر. هنا لو انت نسيت نسيت الرقم بتاعك بتدخل هنا وتكتب اه عشرين عشرين او عشرين واحد هي عشرين عشرين لما تيجي بتبدأ المفروض تبقى عشرين واحد وعشرين. هتكتب بتاعك والفيرس نيم والميدل نيم لو انت عندك على حسن انت كاتب لو تلات اسماء بتختار مسلا الاول اللي هو اسم العيلة او اسم الجد بعد كده اسمك بعد كده لو انت عندك اسم في النص وبعد كده بتكتب تاريخ ميلادك وتكتب الايميل الادرس اللي انت استخدمته ساعد ما عملت ابلاي. لازم تعمل ده كله. اه بعد كده اه هنا هتزهر لك صورة هتزهر لك صورة طبعا الموقع تقيل يا جماعة هتزهر لك صورة المفروض ان هي سيكورتي عشان يضمنوا ان الهيومن بين اللي عملها او انسان اللي عملها مش مش جهاز. فانت حتدخل يعني نفس الحروف دي حتدخلها هنا. هنرجع اه نرجع اه نشوف على هنرجع هنا الموقع بعد ما نجيب بتاعنا بندخل على الحط بتاعنا اللي هو الاسم الجد لو احنا طبعا بعض البلاد العربية او من اغلامنا ما عندناش زي امريكا هنا مسلا اسم الخامس ولا السادس بتاعنا لكن ده بيكون مسلا زي ما انت حطوا مسلا لو اسم الجد هو بتاعك بتحط اسم هنا وبعد كده بتحط تاريخ اه سنة ميلادك. سنة ميلادك يعني السنة بس. يعني انت لو موليد سبعة سبع سبعين تكتب الف وتسعمائة سبع سبعين وهكذا. بعد كده هنا طبعا هتظهر لك هنا طبعا انشان الموقع تقيل مش باين الكاريكترز ده. زي ما انا قلت كده عشان تضمن ان هو هومن بين او انسان هو اللي كاتب ده او اللي عامل ده مش مش جهاز يعني فانت بتدخل الرقم ده وتعمل سمت. او ما بتعمل سمت. لو تم اختيارك هيطلع لك حاجة اسمها هي. يعني انت تم اختيارك. لا قدر الله ما تماش اختيارك هيتكتب يعني. فده اه تقريبا كل اللي هتعملوه او هتعملوه عشان تشايك على النتيجة بتاعت اللوتري بتاعت اه عشرين واحد وعشرين. اه يعني يا رب اه كل اللي قدر اقوله لكم ربنا معاكم وان شاء الله خير ويا رب كل الناس اللي تشايك على الرقم يجيلها ويا رب يتم اختيار ناس كتيرة. ده كل اللي عندي النهاردة في اه الحلقة كانت حلقة سريعة انا بس حبيت اه اوضح الصورة ازاي انك انت بتدخل وبتشايك على الاستاتيس بتاعتك او تشوف هل تم اختيارك ولا ما تمش اختيارك. ربنا معاكم وان شاء الله خير ويا رب اه كل الناس يتم اختيارها. اه اشوفكم بحلقة تانية جديدة من هاني وماريان في بلاد الامريكان ومن هنا اقول لكم سلام.